السلام عليكم ورحمة الله مرحباً بالأحبابي الكرام موضوع المباشر هو كيفاش نكتب مقدمة في مادة الفلسفة قبل ما نتكلموا على كيفاش نكتب مقدمة دي المادة الفلسفة أجي نتكلموا على فين كتكمل أهمية دي المقدمة أولاً كتكمل أهمية دي المقدمة فأنها وسيلة كبيرة وجد مهمة للتأثير على الأسان المصحح لأنه من خلال المقدمة كنحكم وشهد تلميذ هذا وشهد طالب هذا مزيان ولم مزيان واش نرتاح معاه في الباقي وليكن مجاوب مزيان أو لا دا كيتكرفس عليها وكي خربق وما فاهموالو وحفظ ديك يملأ الفراغ وصافي ولذلك المقدمة هي لوندخي لوندخي ديال الماكلة ديال الطبق اللي غادي تعطيها ما يمكنش أنني يمشي لواحد المطعم ونطلبوا واحد البلا واحد طبق ويجيبوا لي واحد ذوك التخربقات اللي كيكونوا في البداية ويكونوا هذوك التخربقات خيبين باسلين ما ما شنو غا يعطيني واحد المطيبة على أن هذا ما اللي غا يجيبوا لي من بعد تخربق تفقنا ولذلك مقدار التأثير على الأستاذ المصحح يوم المتيحان كيكون كبيرة في مادة الفلسفة من خلال المقدمة ولذلك هي مهمة بزاف تفقنا مهمة أنك تتعلم كيف تشتكتبها ثاني حاجة لمقدمة فها أخطر حاجة ليه أول حاجة أنت مطالبة في مقدمة تأطيع النص بحيث أنك لما أطرت في النص مزيان وجبتها صحيح مشيتي خارج الموضوع وللأسف إذا جيتي خارج الموضوع ما غا تفوتش ثلاثة وبزاف لأن الناس للأسف كانت لقاهم كيخرجوا على الموضوع يوم المتيح إذن كانت هذه واحد لإطلال على أهمية المقدمة اللي غا نتكلم عليا إن شاء الله هذا مزيان أول حاجة أخص أنت عرفوا على أستاذ لمقدمة شحل عليها من النقطة تعفقنا لأن الأستاذ المصحح ليس يقرأ ذاك النص يكمل ويقول ايوان أعطي هذه النقطة عجبوا ذاك شيئا أنا أعطي 18 ولا 19 ولا هذا وما جاني متوسط ذاك شيئا أنا أعطي 11 13 ولا 15 جاني شوية مويم أكسب طيب غادي نعطيها 11 أو 11 أو 12 ما أعجبني شوية أعطيها 7 أو 6 لا كل حاجة في ذاك الشيئ اللي كتكسب عندها نقيطة كي بدك يحط هذا كل حاجة نقيطة نص نقيطة أعطيها 7 إذا المقدمة على واحد مجموع دي النقطة خسكن جا تشدو بيدك ما خسكن تشتفلتو نهائيا المقدمة على ربعات النقطة يا أخوات بطبيعة الحال ربعات دي النقطة على المقدمة صافي مزيح مزيح إذا عندنا ربعات دي النقطة على المقدمة خسنا نضبطوها وخسنا نفهموها وخسنا ما نضيعوش دي ربعات النقطة دي المادة الفلسفة أثناء كتابة المقدمة مزيح الربعات النقطة بقسمة على ثلاثة دي الحوية بمعنى داخل المقدمة انتم مطالبين بثلاثة دي الحوية صافي مزيح أول حاجة تأطير النص تأطير النص تأطير جتم الإطار تأطير النص ثاني حاجة أنتم مطالبين بها في المقدمة المفارقة المفارقة أحنا سنشرحهم طبيعي الحال ثالث أنتم مطالبين بها في المقدمة الإشكالات الإشكالات اللي هم التساؤلات للأسئلة اللي غد يطرح صافي إذن إذن تأطير النص المفارقات الإشكالات تأطير النص حاول تحفظ معي هذا بضبط معي تأطير النص المفارقة الإشكالات صافي س ti أسف كيف يكون زادة designer 3 أ glo نقطة على تأطير النص نقطة على المفارقة جوج النقاط على الإشكالات صافي نقطة على تأطير النص نقطة على المفارقة جوج النقاط على الإشكالات مزيد أستاذ أول حاجة بدأ باية تقطير النص ايش كتقصد لها بتقطير النص باش تعقلوا عليها مزيانة و تضبطوها تقطير النص كنقصدو به بحل قلتي localization localization ديال ذاك النص و للسؤال و للقولة اللي انت خدمت عليها صافي؟ ديال ذاك النص و للسؤال و للقولة اللي انت خدمت عليها قيم علامة شاعدنا من مزوعة في مادة الفلسفة كأننا قلناها وبعادي المزوعة مزيان في كل مزوعة بالنسبة للناس اللي علميين عندهم جوجة المفاهيم جوجة المفاهيم وبالنسبة الناس الأدبيين تفقنا؟ الأدبيين عندكم ثلاثة ديال المفاهيم في كل مزوعة جوجة المفاهيم بالنسبة العلميين و في كل مزوعة ثلاثة المفاهيم بالنسبة الأدبيين صافي؟ مزيان كل مفهوم يوجد ثلاثة محاورة هل شي شبكة؟ كنا ربعات المزوئات كل مزوئة يوجد المفاين بالنسبة العيمية والثلاثة بالنسبة الأدبيين وكل مفهوم يوجد ثلاثة محاورة جيد ما هي تقطيع النص؟ لا شك أنهم فشك يعطوك نص و سؤال و قولة كل نص و لسؤال و لقولة كيكون في شي محورة من دو كل محاورة بزاف صافي كيكون في شي محورة مزيلا أنت فشك تقرى هادك المص و هادك السؤال و القولة يجب أن تأطيره تأطير المص و تأطير القولة و تأطير السؤال بمعنى كتقول لي هاد المص و هاد السؤال و هاد القولة إينا مزوءة و إينا مفهوم و إينا محوة إينا مزوءة و إينا مفهوم و إينا محوة كتنطلق هي من الكبيرة تفقنا؟ عدنا مزوءة للوضع البشري مثلا تومدبا أغلبية منكم راح ترى سوء شخص و الهوية بالنسبة للأخوان اللي معي في العرض الخاص راح ترى نحسة الأولى في المناجيه دي المص و القولة درنا نحسة التانية في شرح الشخص و الهوية درنا حسة التالتة في تصحيح و حت الطبيق لدي شخص و الهوية و درنا حسة رابعة حول الشخص بوصفة قيمة نعطاهم مثلا شخص و الهوية لقيت ذاك النص كدو لك على الشخص و الهوية تأطير ذلك النص يكونوا بذكر المزوءة اللي هي مزوءة الوضع البشري والمفهوم اللي هو مفهوم الشخص والمحور اللي هو الشخص الهوية لابد أنك تدوز من الثلاثة طالما راحل بمعنى تقول لي رهاد المزوء رهاد المفهوم رهاد المحور لابد كاي اللي كي بغي هيلمح اللي مزوءة تقول كي يعتمعوا الإنسان ومنذ القديم كي يقولك لا راقص تبعها مزوءة الوضع البشري مالأحسن لا مالأحسن تقول مزوءة الوضع البشري مالأحسن تقول مفهوم الشخص مالأحسن تقول محواهن موضوع الشخص والهوية تفقنا مالأحسن تقولهم توضحهم لأنهم اللي عندهم تتنقية مزياد إذن إلا درتلي هاد شي عندك نقطة وإستاذ وكيف الشي لك أن تلقى دية سهلة بحالك كيف اجلت النفر بذيب اللي بزاف دية التلاميذ كي يكون عندهم خارج الموضوع كي يخرجوا على الموضوع لأنهم ما كيكونوا شعار في الكلمات المفتاحية طبيعة الحال يا إخوان انتم في الامتحان الوطني وعندكم في كل مزوءة مثلا نضبطينتا جوجم الزوءات كثينتا مثلا آدبي غالبا 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 أغلبيتكم آدبي ولا علمي مويب نقوله علمي صافي عندك ضبطي جوجم الزوءات بمعنى شها عندك منفهم أعبعات المفاهيم ضغبها في ثلاثة ديال المحاور بمعنى عندك 12 محور في جوجم الزوءات لقيت ذلك المزوءة اللي انت بغيت خدمها لقيت مثلا مزوءات الوضع البشري فها جوجم المفاهيم بالنسبة للأدبيين ثلاثة المفاهيم بمعنى بالنسبة للعلمين هذي يلقى وستة المحاورة والأدبيين تسعود المحاورة ما بينا تعود خسك تعرف إينا محاورة تقول رأي المزوءة هذي المفهوم وهذي المحاور صافي؟ مزيلا ويسد واش لابد نحفظ شي مقدمة زوينة كالتماشى مع أي مزوءة غي يعطوني تخربية ما كانت تال شي مقدمة لانه حنا بش كنكوك نصحوك نحسوب لذا حافظ مقدمة بغيت الصقاة في الموضوع اللي جاء تفقنا؟ ما زال أنك تكون عندك مقدمة للمزوءة والمشاري ومقدمة للمعرفة ومقدمة لالسياسة ومقدمة لالأخلاق ممكن ولكن تكون قسارة تكونش طويلة وانت بقيق على مدرة التعطيع لأن ذاك الهدراء كامل اللي كتبتي ومجبتيش التعطيع صحيح عندك zero تقدر تكتب خمسة صفاحي وعندك zero مثلاً مجي تنتح في التعطيع إن الإنسان منذ القديم قد أشكال على الفلاسفة إلى درجة أنهم قد تعمقوا في بحث أركانه ومعرفة أساليب حياته وذلك لكونهم قد اهتموا بهذا الكائن المعقد الذي بلغ مبلغاً عظيماً في العلوم وكل الأشياء وهذا جعلهم يكتبون الكتابات السخية في هذا المجال ومن ذلكم هذا النص الذي بينا إيدينا فهو يندهج ضيمنا مزوءة السياسة ولو قلت له الأخلاق ولو قلت له المعرفة وانت را عندك مزوءة الوضع البشاري تكشيل لول كامل زي همات تخد عليه والو فهمتي؟ قلت له مزوءة الوضع البشاري لا يزيد كل نقاط على النظر اللي قلت له قبل قلت له قلت له مزوءة الوضع البشاري وهذا 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 هذه النظر اللولانية فقط هي وسيلة لأنك تبيه الأساسة وأنك أفهم وهذا وهذا ولكن تحافظ ذلك شيء ومن بعد بديتك تخرمز غير عرفك تحافظ ويقضعها يعطيك التعاون معك وما يبقى لك تأثير المفعول ومزيئة بحالة هذه المزيئة المزيئة من براش خباك من الداخل ومزيئة 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 في مجهزة ومزيئة 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 لا أمان لنا بغير مثلها ومزيئة إنام الزوء، إنام فهم، إنام إحواء كندوز للمرحلة الثانية اللي كنقول فيها المفارقة شنين المفارقة يا إخوان اللي قلنا على نقطة المفارقة هي التناقض اللي كن في الموضوع التناقض اللي كن في الموضوع من شأل إشكال؟ من شأل إشكال؟ إلي قلت لكم أنا كيل برد ولكن كنحس فراسي سخون كيل برد ولكن كنحس فراسي سخون فيكم أنا مريض سمع كيل برد ولكن كنحس فراسي سخون يكم أنا مريض في نوم المفارقة وفي نوم الإشكال الإشكال هي يكم أنا مريض ولكن سبقوا أحد المقدمة وحد تناقض اللي يوقع عندي اللي خلاني قرأت سؤال هذا اللي هي كيل برد وكأن حس فراسي سخون حتما أمامه كيل برد خلصي أنا حس فراسي برد أو لا أنا سخون خلصي كل جو سخون لكن ما دام كين التناقض هو المفارقة في مادة الفلسفة مثلا نعطيكم مثال برد الشخص الشخص هو ذات تعريف دياله معروف لكن اللي احنا الهم ديالنا فيه أن الشخصة يلعب أدوارا متعددة في حياته ويتغير بتغير الزمان كي تبدله لي أفكاره كي تبدله هو في شكل دياله بزي الحويش كي ترأوا عليه كي يغيرهم ومع ذلك يحس بأنه هو هو يبقى عنده وعي ثابت بنفسه هناك إنت أن أخذ وتوش كتلعب أدوارا متعددة وكتكبرها كتصغى أفكار كيتبدله هذه وفي نفس الوقت في نفس الوقت تحس بأنك دائما أنت هو أنت ما شيء واحد آخر تفقنا؟ إذا كان الشخص يلعب أدوارا متعددة ويتغيره بتغير الزمان والمكان ومع ذلك يحس بهوية ثابتة له أنه هو هو لا يتغير هناك نقول الإشكال فماذا أو فما الذي يمثل أساس هوية الشخص تفقنا؟ تفقنا؟ فماذا قد ندزه؟ هذه مرحلة الإشكال دخلنا للمرحلة الثالثة في المقدمة لعلاجة النقاء مزيئ؟ إذا هذه هي المفارق هذه هي المفارق جيد؟ مزيئ؟ إذا نسالينا التقطير لعلي النقطة التي في المزوء المفور نحوه؟ نحوه؟ دخلنا المفارقة اللي في الموضوع بالطبع حال كل درس تكون تعرف لي المفارقة لي تفقنا؟ كل درس تكون تعرف لي المفارقة لي كنتدزه للمرحلة الإشكالات طرح الإشكالات طرح الإشكالات طرح الأسئلة صافي؟ مزيئا طبع حال يا إخوان بزربي التلاميذ كي بوزوان وكي غلط بحيث كي طرحوا أسئلة ما غي يجاوبوش علىه في محل التحليل والمناقشة هناك عافق الأستاذ آه غادي وصف إلا طرحتي أسئلة فها ينتظرهمك أنك تحليل المناقشة ذك شيء غي يجيبن أنك تجاوب على ذوك الأسئلة تفقنا ولذلك منطقيا لابد أن الأسئلة اللي يمسولوا يكونوا ماتبين حسب ذك شيء غنديه في محل التحليل والمناقشة عقلوا بعين أنا كنختار على جديهة الشخصي أنه من الأفضل أن مرحلة الإشكالات تقسم على ثلاثة الأقسام مرحلة الإشكالات تقسمها على ثلاثة الأقسام القسم الأول السؤال على المفاهيم السؤال على المفاهيم يعني مثلا الدرس كي يدولك على ديكارت كي يقول أن أساس هوية شخص هو الفكرة شنو المفاهيم اللي عندك عندك مفهوم الشخص مفهوم الهوية مفهوم الفكرة إذن القسم الأول من الإشكالات كتقول ما المقصود بالشخص والهوية والفكرة أحلى سألين الشق الأول من الأسئلة صافي؟ نزل القسم الثاني للإشكالات كتقول شنو هو السؤال شنو هو السؤال اللي لسولته مثلا تخدم على النص هذا النص يعتبر جوابا عليه مثلا عندك النص كيدو على أن أساس هوية شخص هو التجربة والشعور صافي؟ عندك النص كيدو على أن أساس هوية شخص هو التجربة والشعور فاش كتسأل لي أسئلة على المفاهيم اللي هو الشق الأول من محل الإشكالات في الشق الثاني كتقول هل أساس هوية الشخص هو الشعور؟ بمعنى السؤال الذي إذا سألته يكون النص جوابا عليه مثلا عندك أنت قولة تفقنا؟ عندك مثلا قولة كتقول بلي أساس هوية الشخص هو الشعور كتقول هل يعتبر الشعور هو أساس هوية الشخص؟ أو هل الأساس هوية شخص هو الشعور؟ بمعنى كتسول على ذلك شو اللغة تكون في التحليل إذن عدي الشق الأول من الإشكالات الشق الأول من الإشكالات سالينا وسولنا في علم فاهيم الشق التالي من الإشكالات سالينا وقلنا كنسوله على الحاجة اللي عندنا أصلاfu ديك النص والقولة أو للسؤال مثلا السؤال كيقول لك هل أساس هوية الشخص هو الشعور؟ أو هل ما يجعلنا نحن و width وشعورنا بأنفسنا او لتجاربنا الحسية من طبيعة الحال غادي تقول هل أساسوية الشخص والشعور حيث سؤالك لأطراح المفترضة دياله ان شاء غا نشرحه في التحليل اه في شي حاسة اخر من طبيعة الحال كتقول هل أساسوية الشخص والشعور صابي الشيء الثالث من السؤال كتقول ضد دياله داك شي اللي في التحليل داك شي اللي غادي تجاوب عليه انتفلوا مناقشة قلنا ما الشخص وما الهوية وما الشعور شق الأول من الأسئلة هل يعتبر الشعور هو أساس هوية الشخص مثل انت غادي تناقش غادي تدعف المخالفين لصاحب النص ديكات غادي تتناقش انت ان الفكرة هو أساس هوية الشخص هتقول أم أن الفكرة يعتبره أساس هوية الشخص أو أم أن هوية الشخص تتمثل في شيء آخر إذن الحمد لله أكملنا ما يتعلق بالمقدمة بما يتعلق بتأطيري النص أو سؤالي قولا في طرحي المفرقة التي تشكل التماقض القائمة في الموضوع ثم مرحلة الإشكالات وهنا تضمن بإذن الله بعض النقاط ديلك حاولت بدأت جاوب على هذا الشيء والولف واخر الوساخ هذا من بعد جمع بوحد الشكل في شيء من الإبداع والجمال بين هذه العناصر كي يتأخذ نقطة كاملة بإذن الله حول المقدمة إذن مرحبا بالأحباب الكرام سأوى الله لكم توفيق السداد من أراد منكم أن يلتحق معنا في العرض الخاص هذه المادة للفلسفة فليتواصل معي بين الله على هذا الرقم الكين سأوى الله لكم توفيق السداد والإذاية سيد الرشاد أعتنوا بأنفسكم واعلموا أن مادة الفلسفة مادة تطبيق الله يوفقكم والله يستغلكم ونلتقي في حصة المخرى إن شاء الله السلام عليكم وحمد الله